أعلن مساعد قائد الجيش السوداني سر العطاء الجمعة تحرك قوات الجيش من أربعة محاور نحو ولاية الجزيرة وسط السودان لاستردادها من قوات الدعم السريع العطاء أشار إلى أن الجيش يتحرك من ثلاثة محاور نحو الخرطوم بحري شمال العاصمة لاستردادها من قوات الدعم السريع وضح أن الجيش سيعمل على فتح كل الطرق المؤدية للعاصمة الخرطوم خلال الأيام القليلة القادمة ترجمة نانسي قنقر